اشتركوا في القناة في ادلب السورية واستمرار المساعة الاقليمية والدولية لارساء الهدوء في كامل ارجاء اليمن موجز اخباري من اي 24 نيوز اهلا بكم اوعزت اسرائيل الى ممثلياتها حول العالم باتخاذ الحيط والحذر كما انها طلبت من السفراء والممثلين الكبار لديها التزام بيوتهم خلال الايام المقبلة ميدانيا قيد الجيش الاسرائيلي من تحركاته على طول الحدود الشمالية مع لبنان يأتي هذا في عقابي تهديدات اطلقها حزب الله بالرد على هجمة طائرتين المسيرتين في لبنان قبل يومين فيما كشفت مصادر لوكالة رويترز للانباء ان حزب الله يعتزم تنفيذ عملية محدودة لا تؤدي الى حرب هنا على الحدود الشمالية تستمر الاوضاع على طبيعتها على الاقل في الشكل المدني بينما في الشكل العسكري كانت هناك تعليمات قد اصدرها الجيش الاسرائيلي بالامس لجنوده الخادمين على الحدود الشمالية والمناطق المتخمة للحدود اللبنانية الاسرائيلية المشتركة بضرورة توخي الحذر وعدم القيام بمهام ليست ضرورية اضافة الى تعبئة محدودة لعدد من الوحدات العسكرية المقاتلة المتواجدة بشكل دائم في المنطقة بالاضافة الى بعض الحواجز العسكرية في بعض المناطق المتخمة للحدود كما اسلفنا الحياة المدنية هنا مستمر كالمعتاد لم تصدر اي تعليمات خاصة للمدنيين بتغيير سير حياتهم الكثير من الصياح يتواجدون وتواجدوا خلال النهار على مدار اليوم في المنطقة في منطقة رأس الناقورة حيث تواجدنا هنا اليوم هذا كله لم يخفي التوتر الموجود والحرب الكلامية الدائرة بين رئيس الحكومة الاسرائيلية من جهة الذي عاد وحذر لبنان وحذر الحزب الله وحذر قاسم سليماني وفعلاق القدس تابع له بما غبت القيام بأي هجوم ضد اسرائيل في مقابل التحذيرات والوعيد والتهديد الذي صدر من الشق اللبناني إضافة إلى أنباء غير مؤكدة عن نشر اسرائيل لمنشورات تحذيرية لسكان المناطق الشيعية في جنوب لبنان وإضافة إلى مناطق الشيعية أخرى في الداخل اللبناني تحذرهم من مغبة الإنجرار وورى مغامرات حزب الله الذي قد يقود بحسب الجيش الإسرائيلي اللبنانيون جميعهم لمغامرة غير محسوبة وغير معروفة نتائجها إلى ذلك أفدت صحيفة التايمز البريطانية أن الهجوم الذي نسب إلى إسرائيل في بيروت ألحق أضرارا فادحة بمعدات تستخدم لخلط الوقود المستخدم في الصواريخ الدقيقة ونقلت الصحيفة عن مصادر استخبارات غربية قولها أن هذه المعدات هي من صنع إيران مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنيهو كان قد حذر حزب الله من مغبة مواصلة تطوير الصواريخ الدقيقة وفي وقت سابق طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنيهو من الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن يهدأ وذلك بعدما حذر الأخير إسرائيل من أنه يعد لرد وشيك على إسقاط طائرتين التي سقطتا أو انفجرتا في إسرائيل سمعت ما قاله نصر الله أنصعه بأن يهدأ إنه يعلم جيدا أن إسرائيل تعرف كيفية الدفاع عن نفسها جيدا وأنها ترد على أعدائها أود أن أقول له وللدولة اللبنانية التي تأوي هذا التنظيم الذي يطمح إلى تدميرنا وأنا أقول ذلك أيضا لقاسم سليماني احذروا بكلامكم واحذروا أكثر بأفعالكم أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارة جوية على أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة ردا على إطلاق قذيفة هاون تجاه منطقة مفتوحة في الجانب الإسرائيلي وقال شهود عيان من موقع القصف أن طائرة استطلاع بدون طيار ضربت منشآت لحماس شرق مخيم لبريج للاجئين الفلسطينيين في غضون ذلك تواصلت اليوم اللقاءات بين وفد من الحركة والمخابرات المصرية في العاصمة المصرية القاهرة بهدف تثبيت التهدئة بداية الساعات الأخيرة تشد المنطقة الحدودية الجنوبية ما بين قطاع غزة وإسرائيل حالة من الهدوء بعكس ما كان في هذا اليوم حيث أغارت الطائرات الإسرائيلية واستهدفت موقعا تابعا لحماس لم يسفر عن وقوع أي إصابات يأتي ذلك ردا على مقامة بحماس بإطلاق قذيفتين سقطت إحداها تجاه الأراضي الإسرائيلية وأيضا لم تسفر عن وقوع أي أدرال بالإضافة إلى ذلك لابد من التطرق إلى الرسالة المصرية لحركة حماس فيما يتعلق بالتصعيد وتوتر الأوضاع الإمنية في إسرائيل وعدم إقهام حركة حماس بحرب مع إسرائيل في هذه الفترة وتحديدا مع حزب الله وإيران علما أن الأوضاع أيضا في الجبهة الشمالية تشهد نوع من التوتر ولذلك الرسالة المصرية كانت واضحة بعدم دخول حركة حماس في هذه المرحلة بحرب قد توتر الأوضاع الأمنية في الجنوب أكثر بالمقابل ما زالت المساعي من أجل التوصل إلى تهدئة ما بين الوفد المصري وأيضا حركة حماس وإسرائيل من أجل التوصل إلى هدنة طويلة الأماد وأيضا حل كل المشاكل الإنسانية وأيضا تقليص كمية الوقود وأيضا حل الأزمة الإنسانية التي تتفاقم في قطاع غزة كما وصفها طبعا المنسق العام في الأمم المتحدة ملادينوف الذي قال بصريحة العبارة أن الأوضاع الإنسانية في غزة هشة ولذلك يجب التدخل وأيضا توصل إلى حل في كل المسائل الإنسانية الاقتصادية وعدم تفاقم الأوضاع هناك إقليميا ذكر المتحدث باسم قوات سوريا ديمقراطية مصطفى بالي أن وحدات حماية الشعب الكردية بدأت تنسحب من الشريط الحدودي مع تركيا ووضح بالي أن القوات ستنسحب من قطاع يتراوح عرضه بين خمسة واربعة عشر كيلومترا على الحدود مع تركيا يأتي هدف الوقت الذي تعتزم فيه أنقرة إن شاء منطقة آمنة شمالية البلاد تقول إنها ستحافظ على أمنها القومية في مواجهة وحدات حماية الشعب الكردية التي تتهمها بالإرهاب قتل ما إلى قل عن ستين عنصر من قوات الحكومة السورية والفصائل الجهادية والمعارضة اليوم وذلك جراء اشتباكات بين الطرفين في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا وفق ما أفد المرصد السوري لحقوق الإنسان يتي هذا في ظل تواصل قصف طائرات الحربية السورية والروسية لمناطق عدة في ريف إدلب الجنوبي عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه حدد مع نظره التركي رجب طايب أردوغان إجراءات إضافية لإرسال استقرار في منطقة إدلب لخفض تصعيد بسوريا والقضاء على موصفها ببؤر الإرهاب هناك جاهد خلال استقبال بوتين أردوغان في العاصمة الروسية موسكو من ناحيته قال أردوغان إن بلاده ستواصل الجهود لحماية قواتها ومنشآتها الأمنية المتواجدة هناك وتثبيت اتفاقات خفض تصعيد المبرمة مع روسيا وصلت استفزازات النظام السوري إلى مستوى يعرض جنودنا في المنطقة للخطر أود أن أذكر هنا أن حقنا المشروع في الدفاع عن نفسنا يدفعنا إلى استخدامه على طول حدودنا سنتخذ جميع الخطوات اللازمة عند الحاجة الإرهابيون يستمرون في ضرب مواقع تابعة للحكومة السورية ومحاولة استهداف منشآت عسكرية روسية لم تكن الفكرة من اتفاق خفض التصعيد توفير مأوى لهذه الميليشيات ومنصة لشن اعتداءات جديدة أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش دعمه شرعية الرئيس اليمني عبد الربو منصور هادي وأمنى وسلامة ووحدة واستقرار اليمن هذا ما نقله المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث إلى هادي الذي استقبله اليوم كما جرت مناقشة عددا من القضايا المتصلة بشأن اليمني وفاقي السلام وجهود المبعوث الأممي في إطار تحريك الجمود هناك نبقى في اليمن حيث جددت كل من الإمارات والسعودية اليوم دعوتهما إلى كل من الحكومة المعترف بها دوليا والانفصاليين بوقف إطلاق النار والامتثال لجهود اللجنة المكلفة بإجراء الحوار توصلت الاشتباكات بين قوات شرق ليبيا التي يقودها خليفة حفتر والقوات الموالية للحكومة أو لحكومة فايز السراج في محيط العاصمة ترابلوس يتذلك غدات إعلان قوات الوفاق التصدي لمحاولة قوات حفتر السيطرة على مدينة غريان جنوب غرب ترابلوس والتي كانت الوفاق قد استهادت السيطرة عليها قبل نحو شهرين نهاية الموجزة في أمل الله اشتركوا في القناة